بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم حبيبي الطلاب طلاب جريد فايف مع حصة جديدة من حصة ساينز ومع شريف الهواري يا رب دايما بخير يا ولاد. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جديد او يونت جديدة اساسا جميل جدا بعنوان او طبعا يعني تأثير مين يا ولاد الجاذبية. في كل كلامنا في ده هنتكلم عن تأثير علينا كل الكلام ده هنعرفه بالتفصيل ان شاء الله. ركزوا معي طبعا لسه اول مرة يتابع كونهات مستر ساينز يعمل للكناة ويعمل اه فولن في صفحة مستر ساينز على الفيسبوك. يلا نبدأ مع بعض. طبعا بالعكال العادة بعنوان تعالوا كده نتفرج على الصور الجميلة دي اللي كلها بتبين بتعمين شايفين حتى اولاد هنا يعني الكواكب وهي بتدور حوليني الشمس بتدور بتأثير من بتاعت الصن. صح ولا? وإلا كانوا طبعا هيبعدوا كلهم عن الشمس. حتى اللي هو اللي بنعليه المد والجزر يا اولاد اللي بيحصل مية مرة ساعتني لقيها مالية الشاطئ مرة لقيها سحب الورد زي ما انتم شايفين في الصورة دلوقتي. ده بسبب الجرافتي. حتى الناس دي وهي طائرة كده في الجو. ومتعلقة وهتقع هي. بيسم باسم دول يا اولاد بيطبعا بيكونوا بتأثير من آآ الجرافتي. طب خلي بالك كده. يعني جرافتي. جرافتي. لأ يعني ايه مثل براحة كده? يعني هي قوة الجرافتي يا ولاد تعتبر اول كلمة تبدأ بيها كوة. كل دي كوة بتشدنا. صح? زي بولز يعني ايه بتسحب? كوة بتسحب? خلي بالك كده. يعني اي ابجكت ليه ماس? هيتسحب ناحية الارض. سيبه باسمتة كده هيقع ناحية الارض. طب ناحية مين يا مستر? يعني اعتبر العلماء له يا اولاد ان المركز بتاع الجرافتي هو مين? هو طيب. طيب. يبا عندنا كم دولاتي للجرافتي? عندنا اتنين. ايه هما يا مستر? يعني القوة لا تبح تسحب اي ابجكت ليه ماس ناحية السنتر بتاع الارض. طب التاني عشان لو قالي يعني والله لو في عندي ابجكت وابجكت تاني يعني مسلا وزي والله يبقى انكم عندكم ماس يبقى اكيد في بتشدكم لبعض. يبقى يسموه باسمه يا اولاد طبعا. طبعا مين ده كان اول هو اللي قدامكم ده. اللي هو نيوتن. تعالوا نشوف الفيديو الجميل ده. آآ فيديو سريع كده عن نيوتن وعن الجرافتي. يعني نشوفه مع بعض يا حبيب. هنا بقريكم ان هو كل ما يطلع يعني بينزل تاني بتاعي. نشوف كده. ازاي اولاد الجرافتي بتأثر في حركة مين? في حركة الابشكتز. تعالوا نشوف كده. تقولي يا مستر اول حاجة هي اكيد بتسحبنا. انا لو نطيت لفوق في حاجة في كوة هتسحبني لتحت. برافو عليك يلا. تعالوا نشوف كده. كلمة يعني بتسحب اه الابشكتز اللي فين? لاسفل. لفين يا مستر ناحية ايه يعني? زي الناس اللي هما بينطوا من الطيارات. اللي هما اللي هما القفزين اللي بيكفزوا من الطيارات اولاد دول. آآ لما بينطوا طبعا من الطيارة? اكيد في قوة بتسحبهم لمين? للارض. ايه كمان? فورس اوف جرافتي بتوين ذا ذا صن اند اوبجيكتز. حتى كمان اللي بتشس اللي بتسحب اولاد البلانيتز. طبعا فورس اوف جرافتي بتاعت الصن. طب دي بتعمل هي مستر الفورس دي هات اسمع كده. فورس اوف بتوين ذا صن اند اوبجيكتز. مش مش البلانيتز بقى كمان ده كل الابجيكتز. الميتيورز والميتيرويدز اللي هنشي شوههم والنيازك والحاجات دي كلها. ما لهم يا ولاد بقى? بتخلي البلانيتز يتدور في ايه? سبتة. شفتوا بتعملي ايه كمان? ايه كمان? اوشان طايتز يا اولاد اللي هي معناها المادة والجزر اللي بيحصل فين في المحيطات. يبقى شوهتم بقى ازاي? بتاعت المون افكت بتاعت الصن افكت اصارت في حركة الكواكب حراري الشمس. ااا بتعمل بصفة عامة يعني بتسحب الاجسام من ناحيتها يا اولاد. يلا نكمل. في النهاية بقى يعني ايه جرافتي? زي ما احنا قلنا من شوية it is the force of attraction between objects that have mass. يعني اي object عندها mass. يما اكيد في force of attraction ما بينهم يا ولاد. باسمها ق Robin mucha. قلنا ايه ده مسر يعني. يعني يعني اي جسم اي جسمين بينهم llamado gravitational force اوfter او في بلوم gravitational force في gravتي ما بينهم لي يلا وأحنا ايه او او Trusts او it is the Force of attraction between.itt is the force ايه تكون فاهمين؟ كده عارفني يعني. طيب يلا بان اتكلم في العنة اتكلم عنها بالتفصيل. العلم ويع من ايد الولده. اكيد طبعا الكلام صح. السؤال التاني هي اللي بتحول تخلي كل جسمة على الارض ثابت في مكانه طبعا صح اكيد صح وقال لك اننا زماننا طايرين دلوقتي يا ولاد صح كده طيب حتى بصوا الولد البنت ديت جيرل او بايك فولينج اوفر البنت اللي على عاجلة ديت اهي وقت على الارض ما كانت ممكن تطير صح ولا لا لكن طبعا الجرافتي خليتها ايه يا ولاد حتى البورينج اويل دي البورينج اويل يعني بتصب بالزيت اهو بينزل صح مطارش الفوق يبقى احنا في الصورتين دول نلاحظ ايه هما اللي اتنين بيشبهوا بعض ان في حاجات بتنزل لفين لتحت طوع الارض صح كده او ناحية الارض طبعا يا ولاد جرافتي طبعا خلاصة الكلام ده ان حركة البنت ديت او حركة الزيت اللي بيقع والمية اللي بتقع او حتى الالم اللي بيقع هنا ده كل دا وتنزل بسبب من آآ الجرافتي وانحنا بنلعب الباسكت اهيه شايفين كرة لازم في الاخر هتنزل على الارض هتنزل على الارض ليه طبعا ديو تو ذا جرافتي او ديو تو جرافتي دات بول ذا بول داوين ورد تو ذا جراوند دات بول ذا ايه زا بول هتسحب الكورة داوين ورد تو ورد ذا جراوند ناحية الارض طبعا لا طبعا مش بنشوف الجرافتي اه خلي بدك من نقطة دي يا ولاد هل احنا بنشوف الجرافتي دي بنشوف الجذبية دي هل انت شفت القوة دي نفسها شفت شفتها لا بس انا شفت حاجة بتدل عليه شفت الكورة وهي بتقع شفت السكاي دايور زاوت وهو بينزل يبقى كمان ايه بدي طعن ايه يبقى وي سي جرافتي طبعا صح المون بيلف حول الارض طبعا ديو تو ذا جرافتي بتوين ذا يبقى الكلام صح اكتفت نمبر ثري تعالوا نشوف يا ولاد تأثير الجرافتي على حركة مين الابجيكتز يلا اركز معايا جيرل اون سلايد يعني البنت اللي على الزحلية دي شايفينا هل يا مصدر الجرافتي بتأثر على تعالوا نشوف تعالوا نشوف يعني يا مصدر يعني ايه قوة سحب قوة ايه سحب سحبة البنت البنت تحركت لتحت لأسفل ويلا لو كانت الجذبية مش قوة سحبة كان البنت متعلقة فوق صح ولا لا يبقى هو هنا عايز يزبط لكم يا ولاد ان الجرافتي ايه ايه اي نوع من الانواع الفورس هل كوة دفعة ولا بولنج فورس اكيد بربع عليك قولتو دولاتي خلاص كلمة بولنج فورس اللي هي قوة ايه سحب اهم كلمة طيب لو ما فيش جرافتي اللي يحصل مش قوة تسحب البنت دي لتحت ومش تزحلق هتفضل متعلقة فوق صحي كده يلا نروح الناحية التانية مع بعض خلاص حافظ نوع بها يا مصدر خلي بالك كده يعني كوة الجاذبية بتسحب الارض يعني الارض اكبر من الامر يا ولاد فالجاذبية بتاعت الارض بولد ايه مون يعني بتسحب الامر حد شاف الامر بلكده او مرة 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 كده ما لقيناش الامر خالص لا طبع اكيد موجود تمام طبع الدليل ان قوة الجاذبية بتاعت الارض بتسحب الامر عشان كده الامر هيفضل يدور حوالين من الارض طب او 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 ما فيش جرافتي يا مصدر المنهبة موجودة يا ولاد لا طبعا بص كده يعني هيسبح فين في الفضاء مع السلامة بقى هنا بقى بقى هنا خلاص انفصل عن مين عن الارض لو ما فيش ايه يا ولاد اه جرافتي تعالوا نشوف سوالين مع بعض كده اكيد يا مصدر يعني هيسبح في الفضاء اكيد في الارض بتاعه صح طبعا المادة والجزر بسبب مين يا ولاد الجرافتي بتاعت المون طبعا الكلام صح يا رب نكون فيهمنا اولاد الكلام ده تعالوا نشوف بس يا ولاد الجزئة البسيطة ايه كده مع بعض اخر حاجة طبعا هنا بريك بقى الجرافتي بتاعت الصن هي اللي بتخلي الارض روتيت اروند ايه ده صن وكمان الجرافتي بتاعت الارض هي اللي بتخلي المون زي ما انتم شايفين كده روتيت اروند ده ايه اروند ده اروند ده سبحان الله كلهم في فلك ايه يسبحون طبعا في ايه في القرآن بتقول الكلام ده آآ بكده خلصنا يا مراد لسن نمبر وان آآ كل التوفيق ليكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله اي وبركاته